اهلا ومرحبا بكم حتى تاريخ مصر المعاصر ومع انجزات الرئيس السيسي وكل مرة حكاية حكاية شاب من شبابنا الوطنيين ربما ما عصرش هذا الحقيبة التاريخية ولكن يحكيها من تاريخ اجداده او يحكي من خلال التاريخ ومن كراءته وهي دي مصر وبرعاية الدكتور ايمان الشرقاوي اعزائي المشاهدين كما وعدتكم في الحلقات الماضية انا اتابع ودي اولى حلقات حكايات مصرية النهاردة بنتكلم على الطاقة الشمسية او الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية استغلال الطاقة الجديدة الطاقة الجديدة اللي هي الطاقة الشمسية النهاردة بنتكلم على حفاظ البيئة من التلوث بنتكلم على توفير للمواطن المصري كل الشكر والتأدير للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعم بكل كوة من اجل المواطن ومن اجل الاقتصاد الوطني فالطاقة الشمسية صديقة للبيئة عن الوقود فنحن نسعى الى استخدام الطاقة الشمسية فيه جميع نواحي الحياة خاصة في مجالس اصلاح الاراضي وكذلك انارة المنازل والوحدات السكنية فيه نواحي الحياة الخاصة في مجالس اصلاح الاراضي النهاردة انا بدل الوقود والتلوث البيئي فانا بنتكلم على طاقة شمسية منظومة قيمة جدا اقتصادية المنظومة النهاردة يعني ضماج 25 سنة انتك كهرباء النهاردة انا بعمل بدل معامل محطة 25 بعملها 50 بعملها حسب احتياجاتي وحسب امكانياتي موجود المساحة سطح البيت بيكفيه لو هو هيشغل بيت 3-4 دوار 5 دوار سطح البيت هيكفيه بالنسبة لل ده للانارة بالنسبة للرأي الحديث واستصلاح الاراضي النهاردة بنتكلم في حاجة بنتكلم ان احنا النهاردة في الصحرة النهار ما اعمل مياه جوفية او مياه اه ارتواز اللي احنا بتدقوها العماكن اللي احنا بتندق ديان فابنين بوقفين على ايه على الالة اللي حتشتغل هي المكن اللي هو الوقود وهو كده فاحنا النهاردة اه نتيجة المكن اللي هو بيشتغل او المولادات اللي بيشتغل اه تلوث البيئة النهاردة فاحنا في غينا عنه بوجود ان فيه طاقة بديلة اسمها الطاقة الشمسية فنحن نسعى تماما لاتمام هذا المنظومة على سبيل ان النهاردة احنا منظومة ضمان 25 سنة 25 سنة ده ضمان ان لما بقوا التلفزيون ضمان 3 سنين بيعيش معايا 10-15 سنة فانا ما بقول 25 سنة يعني ده حاجة معروفة يعني احنا لأولادنا حاجة اساسية وكذلك لانهارة المنازل والوحدات السكنية باجمعها من خلال دعمنا الفني دعمنا الفني في هذا المجال من ناحية تركيب لان المنظومة النهاردة عشان خاطر اركب اه طاقة الشمسية فببصلها من اتجاه على سبيل المثال النهاردة عندي منزل فموجود فيه عشان التوضيح اكتر كما وعدتكم في برامج توعية لهذا المجال فتقدم مثلا احد عاوز يركب ونحط طاقة شمسية فبروح بمؤيسة اشوف السطح مكشوف خالي شعة الشمس موجودة على السطح طوال اليوم عشان خاطر لما لوح انحط يبقى الشمس موجودة عليه على امر اليوم طيب بقى تمام عاوز ينتو السطح تمام فبنتكلم انت الاجهزة اللي موجودة عند حضرتك ايه مثلا في منزلك عشان اللي انت هتنوره بالطاقة الشمسية على سبيل المثال موجود تلاجة موزوجة تلفزيون اللي هي الحاجات الطبيعية فتتحسب عملية حسابية عشان خاطر المنظومة تبقى سليمة لان المنظومة مداما سليمة ومحسوبة بالفولت وبالوط وبالانبير فتلقائي هتعد ومفيش اي مشكلة خالص ولو فيه صيانة هتبقى فيه صيانة بسيطة نحية كابل كل ثلاث اربح سنين مرة ولا حاجة لان ضمان اللوح ثابت الجهاز اللي هو لان المنظومة الطاقة الشمسية النهاردة بتبقى مكونة من اللوح اللي هي الخلايا الشمسية اللي بتبقى على الاسطح فبينزل من طريقة فولتات على جهاز الجهاز ده اسمه يسمى يولو فنتر الجهاز ده بنستغله في الاضاءة من ناحية ومن ناحية الاخرى انه هو بيخزيلي لاندي غياب الشمس فبلاقي فيه توفير من التخزين اللي هو بتاعبه النهار عشان خاطر اوضر اشغل اضاءة واشغل مكونات بالليل ده الجهاز ده مؤهل كده لما نتكلم النهاردة اللوح مقلة تمتص اشعة الشمس على مدار اليوم عند غياب الشمس يتجه سحب المنزل من طريق التخزين اللي هو البطاريات اللي هو يحتوى المخزنة عن طريق جهاز يسمى ينوفينتر طب الجهاز ده وظيفته وظيفته انه خرج لكهربا بياخد كهربا اين كان ضعيفة كده فهو فيه مكووات لانه بتطلع لكهربا سابطة ٢٢٢٠ ماشي يا باندم خدت بال حضرتك خدت بال حضرتك فانا بتكلم في نقطة واحدة بس ان انا ايه يعرض حضرتك لصور عشان خاطر انا برضا اعنا في يعني هما بتكلم اه 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 استادة المشاهدين يعرفوا انا بتكلم على المنزومة وبالشكل العام بتاع المنزومة إن اللوح ما إلا امتصال شمسي فقط والجهاز هو منظم منظم إضاءة ومنظم تخزين فأصبح النهاردة حسبت أنا عندي 3 كيلو 4 كيلو حستهلكهم فأنا بعمل حسابي في التخزين فيهم دول حكافوني لما الشمس تطلع الشمس أبتغبش الشمس موجودة فمصدر أساسي طيب بالنسبة لإستصلاح الأراضي لازم إحنا بنتكلم عن متن طيب بالنسبة للمصانع طيب بالنسبة للكرة السياحية بالنسبة للعمائر فإحنا بنتكلم النهاردة على جميع على جميع نواحي الحياة ومطلبتها الطاقة الشمسية أصبحت صالحة لجميع الأغراض يعني إحنا النهاردة قدامنا محط الطاقة الشمسية ده عبارة عن شاسي بتربط عليه الإلواح باتجاه الشمس لما أنا شاسي ده فيه منه شاسي متحرك وفيه شاسي سابت فاللهو الشاسي السابت ده علشان خاطر أنا أستغل الكهرباء اللي فيه فبيبقى أنت الشمس بتحمل ليه يعني بيأخذ من تسعة لقبل الشمس بساعة مثلا علشان خاطر بتبدأ الشمس تروح ده لو ما فيش توحدة تخزين ده لو مباشر ما فيش تخزين ليلة ده بالنسبة للزراعة بتاعة الاستصلاح الأراضي طيب إحنا عاوزين نستغير للساعة اللي هي قبل اللي هي من الصبح من ساعة خروجه اللي هو شاسي له قدام منك ده لحد فبيحطله شاسيه متحرك بحيث نتجاهه الصبح عند طلق الشمس يجيب لي من بداية طلق الشمس لحد غروبها ما بفوشي ساعة بقى في أول النهار في آخر النهار ولا ساعة في أول النهار يعني بياخد الشمس على مدار اليوم كاملة باستخدمها إنها تشغل المطور الغاطس أو المكانة البحاري اللي هي حتروح للمزرعة بتاعت ده بالنسبة للمنظومة التاقة الشمسية ما فيش أي مشكلة خالص اللوح اللي قدام حضرتك ده حضرتكم يا سادة المشاهدين ده هو ما إلا امتصاص شمسي امتصاص لشعة الشمس وتوليد فصلات الكارباية طيب هو الجهاز طب اللوح ده بيبقى عليه بقى هو بيبقى عليه منظم اللي أنا تكلمتي فيه دلوقتي اللي هو يونيفينتر طيب ضمان اللوح ها بنحتمده من شركات اللي مصنعها خمسة وعشرين سنة طيب إحنا دورنا إيه دورنا إن إحنا فاهمين المنظومة وبالتعامل مع منظومة من ناحية الفنية لإن إحنا كنا تأهلنا والفضل يرجع لمصرنا الحبيبة والفضل يرجع ربنا الأول والرئيس السيسي إن هو وفر لنا كل الحاجات وقتحت لنا كل الفرص إن إحنا نتقلق وفي هذا المجال من ناحية الفنية باستخدام الطاقة الشمسية كبديل ونظيف للبيئة طيب بالنسبة للإنارة عشان خاطر أنا برجع برضك للإنارة لإن في ناس كتير يقول لك الشمس آه الشمس يبقى إحنا تكلمنا في منظومة تخزين عند غياب الشمس عندي موجودة تخزين ممكن أخزين كيلو خزين اتنين كيلو آه فكل ده فكل ده النهاردة أصبح فايدة المواطن ووفر من داخله وفي الحلقات القادمة إن شاء الله أكلمكم في الكثير والكثير من هذا المنظومة لأن المنظومة تحتمل كلام كثير فأنا جاي من السفر ويعني الحمد لله يعني بنتكلم في نقطة اللي هي التحيات لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين